تأملت في كويت الماضي فوجدت فيها اللآلئ والجمان واستعرضت بها المواقف الحسان التي برزت فيها القيم المثلى في أجمل بيان وألفيت دور التاجر الكويتي في بناء كويت الماضي بأمانته وصدقه وإخلاصه فأسميت برنامجي هذا التاجر الأسوة في كويت الماضي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعزاء المشاهدين والمشاهدات تتمحور هذه الحلقة وهذا الموقف عند النية الطيبة وحسن الظن بالله تعالى واليقين به تأولا لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنا عند ظن عبدي به فليظن بما يشاء والحقيقة حسن الظن انطلق من موقف كان هناك رجل يقاله سليمان وسليمان نكتفي باسمه منعا للحرج وهذه منهجية اتبعها الشيخ عبد الله النوري رحمه الله في كتابه رجال من الكويت عندما يتكلم عن موقف يفصح بالاسم عن التاجر المحسن والذي موقف إيجابي ويكني بتكنية أحيانا يسميه فلاح وأحيانا يسميه عبد العزيز أو سليمان وقد يكون اسمه الحقيقي سليمان لكن لا يأتي بالاسم الكامل لأنه قد لا يكون من المناسب ذكر اسمه لبعض الحرج فكان هذا سليمان ليس من أهل الكويت يستورد بعض البضائع من العراق أو من بلدان الخليج ويترزق الله في الكويت ويبيع في الكويت ويوم من الأيام دخل في تجارة وخسره ولما خسر ضاقت به السبل وعزمه على أنه يفكر بطريقة قد لا تكون مشروعة ومقبولة إلا أنه عزم أن يعدلها بفكرة أخرى ذهب إلى عبد الله بن خالد الخضير وكان مجلسا مليئا بأهل الكويت ولله الحمد يأتيه علية القوم ويتبادلون أطراف الحديث ويتبادلون خبراتهم وهذا شأن الديوان الكويتي يتقابل فيه أهل الكويت وهذا امتداد بالمناسبة للدواوين الآن في الكويت إلى يومنا هذا وما تميز به المجتمع الكويتي بلا تحيز أو مبالغة وقام ووقف وقال بأني يا عم عبد الله بن خالد أنا أودعتك السنة الماضية خمسين ليرة ذهب عثمانية وأبي أسترجعهم لأني محتاجهم وهو في الحقيقة يعلم أنه لم يودع عنده ولكن لغرض سنعرفه بعد قليل فلم يطيل التاجر عبد الله بن خالد الخضير الحديث معه وقال لعل خير تعال غدا في نفس الوقت وتلقى الخمسين ليرة الذهب إن شاء الله وفعلا كما توقع سليمان بأنه لن يرده لأنه سيحافظ على سمعته ولن يقبل أن يدخل معه في جدال أمام الناس فيشك ولو أحد الجالسين ولو للحظة بأن عبد الله بن خالد الخضير قد أخذ مال هذا التاجر الوافد سليمان وفعلا كما تم الاتفاق أتى من الغد وأعطاه الخمسين ليرة عثمانية وغاب شهور ودخل في التجارة وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبارك الله له في هذه الخمسين ليرة لأنه قد نوى أن يعيدها وهو يعلم طيب عبد الله خالد الخضير ويعلم ملاءته المالية ويعلم أن رأس ماله وما لديه من أموال أكثر من طاقته التجارية فاجتهد اجتهادا وإن كان ذلك خاطعا وإن كنا نقول الغاية لا تبرر الوسيلة لكن هذا اجتهاده ولما بارك الله له في تجارته وربح ربحا وفيرا وباع واشترى أتى بعد بعض الشهور ووقف نفس الموقف وحضر نفس المجلس وإلى نفس الديوان بنفس الطريقة السابقة وقال أنا أشهدكم يا جماعة الخير بأني أنا أتيت في السنة الماضية أو قبل عدة أشهر وطلبت من العم عبد الله بن خالد الخضير خمسين ليرة ذهب عثمانية بأن يعيدها لي وقد أعطاني إياها عن طيب نفس دون أن يجادلني رغم أن هذا غير صحيح وإنما أقدمت على هذه الخطوة لكي أكون نفسي من جديد وقد عزمت منذ ذلك الوقت ومنذ تلك اللحظة أنه إذا فتح الله علي في هذه التجارة سأعيده له الخمسين وأنا الآن أمامكم أعيدها فلم يستغرب العم التاجر عبد الله بن خالد الخضير ولم يتفاجأ بل قال بالمقابل للجالسين يا إخوان ويا جماعة أتاني هذا الرجل سليمان في السنة الماضية وفي الأشهر الماضية وقال ما قال وأنا أعلم أنه لم يكن صادقا في ذلك الوقت ولم يودع عندي هذا المبلغ لكني قرأت في وجهه الحاجة وقرأت في وجهه أنه محرج وهو وعائلته متعرضون لخطر الفقر ورأيت فيه النجابة أنه عازم على أن يعيد هذا المال الموقف الآخر الذي أختم به هذه الحلقة للتاجر محمد علي الدخان رحمه الله لعل إحسانه وصدقته في السر جعلت دعاه مستجابا وحفظت أهله وماله وكان رحمه الله ما شاء الله عليه طويل الدعاء لحوح في الدعاء بلا مبالغة قد يزيد مدة الدعاء عن ربع ساعة أو ثلث ساعة ينصرف المصلون في المسجد كلهم إلا هو ولا يخرجه ويقطع الدعاء إلا إحساسه بأن فراش المسجد يريد أن يغلق الباب وكانت زكاته موسما ومجمعا لكثير من الفقراء من الكويتين وغير الكويتين وما شاء الله يجتمع في دكانه في مواسم الزكاة أو الصدقات الجمع الكبير جدا جدا والذي جعل دعاه مستجابا لله الحمد دعا زوجته الوفية فيروي الأخ الفاضل محمد علي الدخان الكابتن بأنه ذهبت والدتي مع مسؤول المكتب لكي تأخذ هذه الأوراق المهمة وكان معهما مفتاح المكتب وكان السوق مليء بالجنود المدججين بالسلاح ومظاهر العسكر وكان هذا المسؤول الوافد للمكتب مرتبك ارتباكا شديدا خشية من بطش هؤلاء الزبانية لدرجة أنه لما أدخل المفتاح في القفل من شدة الارتباك انكسر المفتاح في القفل يا الله موقف رهيب موقف عصيب كانوا يحتاجون فيه إلى كل ثانية حتى اجتمع حولهم الجنود واستدعوا ظابطهم وظنوا أن هذا الرجل يريد أن يسرق المحل فسألوه وزاد إحراجه وزاد إرباكا وكانت الثواني تعتبر بساعات بل بأيام وكانوا يريدون أن ينجون بأنفسهم الآن وليس بالضرورة أن يأخذوا ما هو داخل الخزنة وفي هذه الأثناء الذي بدأ الظابط يحقق معهما إذ انبرت من بين الجموع لحظة من الزمن امرأة عراقية كردية و أتت بكل اندفاع إلى الظابط و قالت هذه المرأة و هذا الرجل محد يصيبهم بمكروه سبحان الله و كأنها آمر لواء امرأة عامية عادية عراقية تأمر الظابط بكل قوة و اندفاع محد يصيبهم بمكروه و هؤلاء انتوا لا تعلمون من هو زوج هذه المرأة لا تعلمون هذا المحسن الكبير الذي آياما أنعم علينا بصدقاته و زكواته فقالت لحظة ذهبت بسرعة إلى السوق و أحضرت معها رجلا كبيرا بالسن محدود بالظهر هو خبير بالمفاتيح و ما هي إلا حركة سريعة نزع المفتاح المكسور من داخل القفل و فتح الباب فأخرجت يقول والدتي من جيبها عشر دنانير و أعطته و أكرمته فولى مسرعا مسرورا بالعشر دنانير فدخلت و أخذت الأوراق المهمة من الخزينة و لما دخل الجنود اكتفت المرأة بالأقلام الموجودة أخذت بعض الأقلام الجافة و اكتفى الضابط و الجنود بأخذ كل ما في الثلاجة من مياه و مرطبات و مشروبات غازية ثم انصرفوا و بذلك سلمها الله سبحانه و تعالى و كان فعلا موقفا رائعا عظيما كبيرا و لله الحمد فأقف هنا إخواني و أخواتي لألتقي معكم بإذن الله في مواقف أخرى فيها فعلا تبيان كيف يكون تكون الأسوة الحسنة و كيف يكون توثيق لما أسميته في هذا البرنامج المبارك الطيب التاجر الأسوة في كويت الماضي أسأل الله سبحانه و تعالى التوفيق و القبول و أن يأجرنا لذكر محاسن هؤلاء و أن يأجرهم و يثبت لهم الأجر العظيم لما قدموه لله الحمد و تفخر بهم الكويت و يزخر بهم تاريخ الكويت كويت الماضي و الحمد لله رب العالمين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة